هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعة أكثر من 1.231.000 شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم 1.211.000 شخص هذا وحصل على جرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 964.000 شخص